شاركت مؤسسة حياة كريمة في فعليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية بجلسة تحت عنوان حياة كريمة وجهان لعملة التنمية المستدامة بهدف تناول تنمية الإنسان وصحته النفسية لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية في إطار فعليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية شاركت مؤسسة حياة كريمة بجلسة تحت عنوان حياة كريمة وجهان لعملة التنمية المستدامة بهدف تناول تنمية الإنسان وصحته النفسية لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية مؤسسة حياة كريمة كنا مشاركين في المؤتمر العالمي للصحة والسكان بجلسة حوارية كان فيها مجموعة من الشرقاء شرقاء مؤسسة حياة كريمة عنوان الجلسة كان بيقول أن مؤسسة حياة كريمة مبادرة أسية حياة كريمة هي وجهان لعملة واحدة الوجهان أو الوجه الأول وهو الاهتمام بالصحة الجسدية والصحة النفسية والذي يؤدي في الأخير إلى تنمية الإنسان وتحقيق أو ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية فده كان موضوع الجلسة الحقيقة الجلسة دي كانت مهمة وإحنا عادنا نحضر لها بقالنا فترة عايزين تبقى الغرض منها أن احنا نشوف بعض ونوصل رسالة لللي بيشوفنا النهاردة وبيسمعنا احنا بنعمل إيه مهمة قوي أن احنا كنا نقول إن الشراكات لأن المؤسسة لوحدها برغم أن احنا عندنا قطاعات كتيرة وعلى الأرض بقالنا خمس سنين ولينا أنشطة كتيرة بس ما تيجي بقى تعملي حاجة قوية على المستوى القاومي الجلسة تسلط الضوء على أهمية الجوهر والمفهوم الرئيسي لنهج المشروع القومي حياة كريمة والتي تجسد التناغم بين الصحة النفسية وتنمية القدرات البشرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة حياة كريمة هي مبادرة متواجدة على الأرض ومتواجدة في 27 محافظة الموجودة عندهم لما النهاردة بنتكلم على المعهد قوم الأورام اللي بيعالج ربع عينين مصر من الأورام سنويا ده بيخلينا إن احنا نقول إن هو الصحة 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 لو إحنا النهاردة قدرنا إحنا نعمل شراكة فعالة ما بيننا وما بين مؤسسة زي مؤسسة حياة كريمة وتحت مظلة التحالف الوطن العمل الأهل التنموي نقدر إحنا نوفر الخدمة الطبية سواء لمرضانة أو كمان عن طريق المبادرات المختلفة لتنمية الصحة مش بس العلاجية ولكن التنمية والتوعية عندنا هدف اللي هو وصول الدواء لكل مريض وده هدف إحنا شغالين عليه بقالنا 60 سنة هنا في مصر وكنا بنتعاون في كل المبادرات الرئاسية بنتعاون مع الحكومة في تطوير الكوادر الطبية وأيضا بنتعاون في إن احنا نخلي الأدوية المستحزات بتاعتنا توصل لكل المرضى اللي محتاجين لها نقطة اللي اتنقشت كثير جدا وهي نقطة مهمة بالنسبة لنا هي أهمية الشراكات ما بين القطاعات المختلفة ما بين القطاع الخاص القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني لأن احنا مقتنعين إن ما ينفعش يبقى فيه مجهودات فردية عشان نحرك ملفات كبيرة أو نوصل لنتائج مستدامة يعد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بمثابة منصة متميزة تجمع خبراء محليين ودوليين وذلك لمواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية إلى جانب استكمال مساعي الدولة المصرية في مجال السكان والتنمية البشرية جرمين إبراهيم التلفزيون المصري